انا بموت في الطراب اللي تمشي علي يا خاند بس انا بتخطف ازا كنت بعمل كده و احنا لسه مخطوبين مان بقى لما نتجوز هيحصل ايه هيحصل نفس اللي بيحصل بتفتكر ايه هتبقى مفسوطة معايا متطمنة فعيدة يعني اكيد اكيد ازاي بس يا خاند علشان يا عمر ده اختيارها ما انا كمان اخترتها بس عمرها ما عملت فايل انا بعمله فيه علشان هي مش بتشتغل زابط بوليس وده زنبي بقى ولا زنبها هي لا زنبك ولا زنبها يا عمر مفيش اي حد واعي بيختار اي اختيار من غير لما بيبقى عارف حمله قد ايه وتمن وكام ولو مش قدوا ما بيختاروش ولو حتى اختارو بالغلط بيعرف ده ما على الوقت والطبيعي ايه انه بيتخلى عنه عارف ايه ده ممكن ممكن يعني انها تتخلى عني في يوم الايام فريدة مستحيل تتخلى عنك يا عمر عارف يا خالد انا معرفش اتخيل حياتي وفريدة مش فيها اصلا ساعات كده بيركبني شوية غباء بيجيلي هاجس انه ممكن فريدة تبقاش معايا اول ما الهاجس ده بييجي في بالي بطروده على طول بحس انه هو يعني خلاص كلام فارغ عبط وشطن بخرجه من دماغي على طول قلت لها الكلام ده قبل كده لا طبعا عايزنا اروح اقول لحاببتي ان انا بفكر ساعات انها ممكن ترسيبني ايه ليه لأ ليه لأ ايه هي البت نقصة مش كفاء اللي بعملوا فيها كل يوم با هو علشان اللي بتعملوا فيها كل يوم ده يا عمر لازم تقول لها عرفها ان حياتك معاها شبه فكرة القدر ملهاش اي احتمالات بديلة انتو امتى اخر مرة سهرتو مع بعض وخرجتو كده من زمان ليه بقى ما انت عارف شوف حل ماينفعش يعني تبقى في حياتك هي كده ملح فراغات طبعا اعمل ايه يعني مش عارف فكر المسألة محتاجة شوية شوية ابداع افكار جديدة بقى يا عمر بيه مفتكرش ان اي حد يستاهل منك كده اكتر من فريدة اه يا عمر بيه اعمة يا عمر بيه محشتيني يا عسلية يا ابن العسلية عسلية ارحم التليفون يا ماما والنبي يا ايمن خضتني يا ايمن مش كده التليفوني مهنج قلت اكلم بتاع السوبر ماركت من عندك فيها ايه كل يوم يا اماما كل يوم يهنج وانا في الحمام طب ايه العلاقة يعني طب انت عايزين اعملك ايه اعمللك كبين سابت جنب التليفون يعني يا ايمن خلاص ما انت علقتني يا ايمن ايه ما عشت ولي كنت ستكل دلت الامر يا حلو الصبح يا حلو طل بكيش بكيش يا حلو الصبح يا حلو طل يا حلو الصبح الله انت حتى في الشارجنج اهو عمالي كارف في نفسه زي الفل دلاء يا زوزو مها كويسة هو بجد والله ده انا مش عارفة او بيعمل معي كده ليه بس بقى نسألهم ولا دل ايه هم مين دل ايه اللي عملو ايوة ما انت مش عايز تبطل طريقتك ديه بقى لك يومين بيت برا البيت لازم طبعا الفر يلعب في عبي ما هو انت يا زوزو لو تيجي معايا دغري كده وتسأليني انا هلو بيعمل ما انا عارفة الاجابة قبل ما افعل هتقولي على في الاسم انا شغال انا تعبان خنقتاني يا ايمن طبعا من ايه يا زوزو اسطقيل لا يا حبيبي قولي الحقيقة برد قلب برد قلبك من ايه يا زوزو من ايه يا زوزو اي حاجة خبر حلو كده خبر حلو عندي ملح في الاسم واحد ضرب النار في مكتب عمر سلطان والدم ترتش على السجل وعلى الحيطان لا استاني استاني حلو عشان يكمل على حيطان لا 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 خلاص 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 وعمر عامل ايه؟ لا الحمد لله عمر كويس انا صعبان على البيت خطبته والله اشمعت؟ جاءت على مالة وشها الصبح في الاسم بتتمن عليه وانت بقى ان شاء الله امتى كده ربنا هيهديك وتلاقي واحدة كده تتشغل عليك وتقلق لا يا اله بالله هي نقص الواحد يعزب بنات الناس كفاية قلقك علي يا عمر هتتأخر يا عمر هتطبع ليه في الكمية في السريع كده واجه على طول طيب هتكلم فريقنا هتيلقش بقى قلتلك هصالحها هابدعها ايوه هو ده الكلام عمر بيه؟ البشا الكبير تنبق اول محرطة تتيجي تخش له عجرين على طول اه فعلا اه اه طمر بيه حاجة تانية يا عمر بيه؟ شكرا يا عوني شكرا طيب خليك خفيف انا خليني خفيف ربنا يجعل كلامنا خفيف على الباشا طب يلا يلا الواحد بادو غير هدومه خير يا باشا كل خير اه عمك سعيد ظهرني مبارح اكيد اه يعني انت عارف بقى؟ لا مش عارف بس ده شيء طبيعي هم وانت بقى رأيك ايه في الحكاية دي؟ تلاقش يا باشا انا ان شاء الله هتصرف واعرف اصالح فريدة اللي بينك وبين فريدة يا ابني شيء يخصوك واندو الاتنين انما الشيء بقى اللي مدايقني ومعافراتني ان انا وقفت قدام ابوها مبلول مش عارف ارد علي اتلجمت عشب على الشر عليك ده نضرب نفسي بالنار لو حطيتك في موقف محرج ما هو ده اللي حصل فعلا بقيت واقف قدامه لساني متلجلك عارف ليه؟ سألني سؤال قال لي ترضى ان بنتك تنزل من البيت الفجر عشان تقابل خطبها؟ موهانا والله العظيم شدتها على الموضوع ده ما انا عارف المفروض ان ما ترتبط بست لازم تعرف طباعها كويس وتعرف ايه اللي بيستفزها انا ما استفزتهاش بحاجة بك لا استفزتها يا اخي استفزتها تسيبها بفصل الشارع لوحدها وتقول لي ما استفزتهاش لا استفزتها زعلش مني انا عارف ان كنت كنت بتعمل ايه ساعتها ومقدر اللي انت فيه لكن طول النهار تسيبها كده؟ هي والبيت هنا بتصلوا بك بالتليفون ما تردش على اي حد فيهم؟ طمام لازم تستفز شوف يا ابني كل واحدة لها طريقة في الحب بتاعها وخطبتك اول ما تستفز تتصرف تصرفات عبيضة ملهاش اي لازمة وتوضر الدنيا وتورطك معها ورطات انت مش قدها شوف كل ده كوم وكوم التاني بقى كوم ابوها اللي مستخسرها في اي راجل في الدنيا وهو الوحيد اللي واقف وما عطل جوازكو نعمل ايه بقى؟ حقك علي يا رئيس انا عتصرف خلاص متقلقش والله العزمة هتصرف تصرف يا ابني تصرف باللي ربنا قال عليه عشان خطر كنتم مش خطر نحنا موسيقى يا راضي ايه باشا دي عربية عمر بيه خليه موسعوا له ايه طلع عدني والمقرباز ده وضم شوية عدت المقرباز ده هابني اينا موسيقى 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 عم عشور وصا عصا عور بيه تعالك نوع عور بيه ساوا عليك انسكت عمر ايه كراس بقولك ايه بتاكسي داخل عليك ده عايز بطائق ورخص شفول دو عمر بيه عمد الله السلامة عمر سلام عليكم بيه سك بيه بيه سك خاضل بيه خاضل بيه اوه خاضل بيه صدحتوا بشوات عاي من الله خليك لا بس انت كنت اوهر اوهر يعني عارف احدا معارفي بطش رب الشاي عم فراهيم عم فراهيم عم فراهيم بشايله عمر بيه ونجل تابت مكانك انت على اراضي ارازي عمر بسم فراهيم بيه عمام town يا بابا يا فوق عادي افتح الباب ليه التاني يا بابا شو حاب يموت مني وعايز اودي المستشفى عبدالرحمن اتكلم البيئ عبدالرحمن عشان ارتاح يا بابا اخافش حيب انا جنبك يا بابا وراهم يا راضي لحد اقرب مستشفى وانتمشيش اللي ما تطمن على الوان حاضر يا بشو لو احتاجت فلوس ادفع وانا هبقى حالك بسرعة راضي دور وتعالى وراي هم الناس دول مجانين ولا ايه؟ ايه الاسعار دي؟ انا قلت نفس الكلام ده والله يا مادم صناي كده بعد الثورة؟ من قبل الثورة كانوا ازاي؟ كانوا ارخص من كده يبقوا مجانين؟ هنعمل ايه معاهم بقى؟ فاضل قديمة باعتوش تقولي بتاعتهم اللي احنا بعتنا لهم كلهم باعتهم يبقى لازم نشوف قاعات تانية ده معرض خيلة تبعت لهم الكلام ده في ايميل بتاعك ولا لا؟ ايوة يا مادم وقلت لهم ايه اهداف المعرض و ايه توجهه و ايه الدخل بتاعه كمان؟ مالا امال في ايه بقى؟ ايش عارف ادخل خير يا ايمان في ايه؟ اشرف راجع يا مادم ايه ده بجد؟ جبتهم لقس؟ ام محمد لسه راجع بيه حالاً امال هو فيه؟ عندي في المكتب خليك يا ندرة سنيني انا اشرف يا حبيبي الحمد لله على السلامة كده برضه يا اشرف؟ يعني ينفع كده؟ ده احنا كنا خلاص فقلنا الامل فيك قولي بقى يا سيدي ممتاز علم مني؟ ممتاز علم منك ازاي بس يا مادم هو يلاقي في الدنيا حد يحب قد حضراتك بعدين دوا اللي خلوهم يكلمونا عشان نروح نجدهم الاسم ايه اللي مش شاك يا اشرف؟ انا تتكلمت عشان ملقيتش عايزة تحبس حقك طبعاً يعني لو ما كنتش تحبسة مكنتش هترجع؟ لا طب ليه؟ لحد مضايقك هنا؟ محدش بس انا مش عايزة مدرسة بحبهاش خنيقة انا بحب الرسم وليه ببكورة طب وليه ما قلت ليش؟ قلت يا سيدي ايمان طب تلاقي رسم ودي رسم ودي موجودة ولا رميتوها؟ لا موجودة فان بان شاك انا بان شاك انا بان شاك انا بان شاك بسم الله ماشاء الله ايه حلوتي هاي شوفت رسم ودي كويس اينا؟ ايه فان طيب خلاص يا فنان مفيش مشاكل خالص بعد كده ايمان لو سمحت ياخد يل الدادة بتاعته خليه استحمى كده ويغير هدوم ويرتاح ولما تخلصي تعليه علمتها باش انا عايزاتي اوكي هاي هاي اوكي 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 بحق واحدة زي الامر بس ساريته كم ميت احسن من ساعر الامر انه يشوف التكشيرة دي على بش ايه مش ناشقا دي؟ طب اله يا رب وهو صغير حتى الشر غمضي هاني طب إلهي يا ربي خلاص خلاص أنا حقام طب غمضي نحو أويت فتح ماشي ما ستحيش فتح شغل أنا حاسة أن أنا أول بنتي في مصر بتخرج عشاء صوري في عزة دور بوس هتبي غدى صوري يعني غدى وصوري ما يفعش طبعا مني نفسي أصار معاك ومش أعرف أن تحرم يا حبيبي أنا بحذر معاك بس كان نفسي أنت تأخذها كيسا أفضل أواعدك إنها حاول أخذ إجابة طيب هم تفضل تفضل إيه تفضل قول أقول إيه يا عمر أنت جاهبني وأنا لابسة صوري في عزة النهار وموديني الكوافير من ساعة عشر الصبح ومغير المكان ده كدره وملبيسه من طربيش عشان في الآخر أنا هلأقول يوجد نظر يوجد نظر تحترم كمان ماشاкив يز believes ìn طب مكة ابت فيش كيف يوجد نظر غلبي ابت فيش ام но هم ولا هشرب إلا ما عرف دي بالزيت هتقوم؟ أوكي أنت جاي بشامبانيا يا عمر؟ وأنا وشت زيلك برضو؟ تعصير، شغل أفلان يعني كيف تفتح أن أصبح إليك؟ كيف تفتح أن يحصل؟ لعدة يقوم ليس لعدة محاولة بسيطة ستة، إنسانت بأمرض لعدة يفاءج الإنشاء itself بسبب الأشياء، ليس لعدة مجلسة أووه أن تكون مجلسة لعدة كبيرة، أنت تتبيني قل كنت عاوز تقول ايه وانت يا بتمسيش حاجة لا انا معك انت ما بنساش حاجة ايش عمرك تخيلتي ممكن تعمليني ازاي لبساعدنا بعض هي دي مش حاجة جديدة ايش فكرة دي جادلي قبل كده اي بنت في الدنيا ممكن تجيلها فكرة زي كده لو حست ان حبيبها محتاجة وهي مش لقيها فكرة دي ممكن تجيلها او لو حبيبها ده خلاها تغير من واحدة تانية حتجيلها الفكرة دي برضو ولو حست ناحيته بالخيانة ويمكن كمان تجيلها الفكرة دي حتى لو كل ده ما حصلش شانا هتوقعت تقول يا ترى كل الحلو ده هيفضل مستمر ما غير ما فيه اي حاجة اتعكر عليهم ولا انا بتكلم غلط عمر انت ما جدتكش الفكرة دي قبل كده جدلي مرة بس انا ترى الطعن دماغي على طول طب ولا وفكرت فيها مثلا ايه اللي ممكن يحزن انا فعلا فكرت في حاجات كتير وانت بتتكلمني دلوقتي حاجات زي ايه؟ زي ايه مثلا يعني لو فرضنا انه فكرة فارس او فتاة الاحلام ممكن يباديها معنى في الحقيقة ما ينفعش يكون فيها حاجة مش فيك ودخلني مستحيل اتخيل حياتي وانت مش فيها بس انا عملي ما هيلاقي كده تاني لفق احلامي بس عشان كده كل ما فيكها دي بجديني بتتبقى ايه نفسي وحفظها عندي استاذة دعمل اي حاجة في الدنيا عشان احفظ عليك اي حاجة تحت اي ظرف وطحت اي ضغط سمحني انا مش بار فزاد منك عشان اصبحك انا مش بار فزاد منك عشان اصبحك يا تانت صدقيني احنا مفرومين والله انا بنام بضرب النار يا تانت انا حتى مش عارف اش فريدة يا حبيبتي والله انت واحساني اخليكي معا يا تانت لاحظة عبدالله جيه بيجيب حاجة جاي يا رطول يا باشا بيجيب عطول يا باشا اوامل سعدتك يا باشا ايه يا تانت معاكي ربنا اخليكي ليه ايه يا باشا طيب يا حبيبتي ماشا ايه يا ريتم من نبي ماشا سلامة الله سلامة الله سلامة حبيبتي سلامة سلامة زكعة مساعة والسلمك يا باشا اه بسرعة حاضر يا باشا مرة دي بفين في بكتابة يا باشا طب انكذا انت القهوة بسرعة ماشا يا باشا طب انت سيباركارت يبارك صورة بعد سنائها اللوها يا الله يا الله مع الله بالمتعة اللوها و مفكة و مفكة يا الله اه ممتع 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 ايه ورق حاجة أولا ايه طبط على الهجة تعليه ايه يا رجل يا طيب ايه يا باشر عمل ايه الحمد لله يا باشر اهود الباشر طبعا يا باشر مصبوب ايه يا باشر بونجورنو يا باشر بونجور يا ابن الناس قعد ايه يا اخبار ايه ايه يا اخبار ايه عيشي ايه يا باشر طلب اسف بس راديبي ايه ايه يا قباشة يا عم صاعي ماشي يا باشر اه وازات مياه ماشي يا باشر خد خد مياه يا مياه اه معلش يا باشر انت عارف الدي العبيت اللي فاهم ايه بس ده يعني هامل ايه خلاص براحتك بصيت في الملف ده؟ بصيت باشا ايه رأيك؟ والله اخر حجب ما اخده كان من سبع سنين ودلوقتي يبقى له اربع سنين شجل في إبداع الصين في ايه؟ مجزانه في شرعة ثمانية قروب الحجرة طيب اعمل لي اذن نيابة كده عشان عايزين نزوره زراعة خفيفة والله باشا احنا عملنا تحرياتنا بس المكان قديم مش هجل من زمان وعشان نطلع اذن نيابة مفيش المكان مش عليها يشوفها يابني مش هنغلب يابني الرجل ده دي واحد من رجالته مات في مكتبي هنا لازم تتصرف مش كل حاجة احتاجها هالجة للباشا كبير ده في الاخر ابو يا عمراضي تحت عمرك عمر بيه؟ احنا هنغلب ايوا كده اثبت نفسك اقولك ايه؟ ايه؟ اعمل باشا في مكتبه مكتبه طيب باشا يا كبرنا عامل ايه؟ انت فاضي اللي مشغول طيب بقولك ايه؟ انا عايز اعد عليك عشان عايزك في موضوع مهم قوي طيب ماشا هجيب راضي وارجيلك ماشا باشا تعليمات ساعتك يا باشا سلام يا باشا تعال معايا هوريك ايمن باشا في سكة جديدة خالص بس لو ضحكت هبحتلك اومي اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا اسد الدخلية كلها حبيب قلب اخو صباح الفل لعمر صعفول يا باشا عامل العيون شبل السنين عم راضي ايمن باشا صباح الفل صباح الفل صباح الفل فضاء رجالة اه دراضي عمد ايه العسلية ابن العسلية ايه ما متفكرش عد عليها لما يكون معك امو ايه بتخابتتوها يا راضي والله يا ايمن باشا البيبش ميخلينا ناخد فرصة حتى نتنفس الله يقينك يا عم ربنا على اول مفتاري انت بتشتكيني يا انا اقدر ادخل حبيبة عجمية ايه ختمتين يا باشا ايه ختمتين يا باشا اقول ازاي اتكلم معاك كل اطلوب منك حاجة بالوش ده يا عم فك الوش الجبس ده خليه الحياة تمشي لما اخذ يا باشا عندي صداع في البيت ده باشا لو لما يمشي الباشا بقى تعالا نحل الصداع بتاع البيت ماشا يا باشا ماشا يا باشا ماشا يا باشا اعمل احناين ولا بتاع اي ريحي الطيبة قتت بك يا اما اول انا عايز اعمل كابس على مخزن سايد بركات الشهير بأمريكاني ده اللي قالك علي له ادعب لي مموت هو ده وده مخزن ايه مخضرات بضع صين فرافيت من التدباع على الرصيف وفي المترو والكلام ده واضح ان هي دي الستارة اللي مستخبين فيها عشان يبيع المخضرات بتاعته يعني ايه ادبح ونجيب اذن نيابة وانا عايز اذن نيابة كنت جيت لك من كنت هكلمك في الترفون وانا عايز اعود معاك نفكر مع بعضك كده انا وانت ورادي وانخش لحتة دي ازاي هم. أباً انتقدي شيئاً معنا. حكر. سراعة 8. سراعة 8 يعني؟ قال لا انتعايز ده واحتراف واحتراف بس. امان انا جاهلك لين؟ وجاهلي ليه؟ قد بقى هو إيه اللي. امان يا راضي؟ إيه يا يوكك؟ ده واحتراف واحتراف. لا على قديمه وعلى قديمه يعني. لا فيش موسيخة تصويرية؟ هزيب الوقت دلوقت رستيت الشاو كوباتوي يقلبك لو أروشك تعال بي هنا رجالة شكرا يا رحمة الرحيل تعفت بس يا رادي؟ ما جربتش بكرة هتجرب بكرة تعد علي هديك عينة تكشاف نور وهدمك كده عشان ما حدش يهدش وهديك زميتك يا باشا يا النهار أزرق دي أساسا سعرها يساوي ثلاث شهور لأي كشاف نور على ما عليكم يا الظلمة الناس مش لايك هتياكن والله يا عيمن بي ده واحد صعب جبالي من بره ماشي بص يا عمرادي بسم الله الرحيل دلوقتي احنا عندنا أربع طلبات مهمين جدا أول ما تروح هناك عايز اشوف أوسع مدخل للحارة فين وازاي نمرة اتنين الأسطح اللي موجودة وأهم حاجة السطح القريب واللي كشف للمغزن تمام؟ تمام تالت حاجة بقى ودي عايزة منك صعوبة شوية تكشف ازا كان فيها حراسة على الأسطح فينا درجية كنا بترفتها عشان بتكشفش اوكي؟ تماما يا جشف الأهم بقى ان تشوف لي إذا كان فيه أبواب جانبية ولا لا ولو كان فيه أبواب جانبية مفتوحة ولا مقفولة تماما بتعرف يا راضي ولا نجيب حد عمل الحاجات دي قبل كيلة عمر بي أركوك طلع دي أحد ايه الشبل سخل وشط وراحت وطلعت اضمن هناك برقات يا معنى هينفز هينفز اتخل بس أخير يا معالي باشر فيه يا مين جمع؟ فيه ساعاتك يا باشر يا عائل من ترى تعلو من برحة من القلق في الحاجز على هوابن الرافة ده اشتغليني ولا ايه؟ تعليز لك عمر بيه؟ استنيك خد